السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في حصة دي اليوم سوف ندري صفحة 50 من كتاب كتابي في اللغة العربية الخاص بمساوة السادس ابتدائي إذن اليوم سوف ندري مكون الصرف والتحويل عنوان درس تصريف الفعل المعتل للناقص ما معنى الفعل المعتل الناقص هو الفعل اللي تكون فيه حرف العلة في الآخير إذن قبل المرور إلى شرح الدرس نقرأ بعد هذا النص بينما كنت أحتسي فنجان قهوة بإحدى المقاهي جلس إلى جواري شخص يبدو ميسور الحال وطلب من القهوج فنجاني قهوة واحدا منهما على الصبورة فعني النادل بطلبه مبتسما تعجبت من هذا الطلب الغريب لماذا طلب الشخص فنجاني قهوة وماذا عنا بواحد منهما على الصبورة سؤال أول لماذا طلب الشخص فنجاني قهوة اذا كيف ما قرناه في الدرس او في النص اللي اسبقه عرفنا الي ان هذا مقتطف من النص اللي قرناه اللي هو النص الوظيفي بعنوان فنجان قهوة على الصبورة اذا لماذا طلب الشخص فنجاني قهوة اذا طلب ذلك اذا طلب الشخص فنجاني قهوة واحد ليشربه والثاني يتبرع به لصالح فقير او معوز لا يملك ثمنة فنجان قهوة يعني كيتبرع به فقير او ومعويز المقهو وبغي يشرب في نجان قهوة يلقاه مدفوع احددوا الافعال المعتلة في الفقرة واذكروا نوعها ومعانيها اذا سنجيوا الفقرة اللي اعطونا سنشوفوا الافعال المعتلة المعتلة اذا حروف العلة هي الوا والالف واليا سنشوفوا الافعال المعتلة اللي جاد بينما كنت احتسي اذا ها هو الفعل احتسى لدينا احت احت احتسى قلنا سنجعلوا المعنى ديالها والنوع ديالها اذا احتسى نوعها فعل معتل معتل ناقص ولمعنى ديال احتسى اذا هنه غاندلوا المعنى دياله احتسى المعنى دياله تساوي يعني شريبة جرعة جرعة يعني بشوية بشوية كتما احتسى ثم نشوفوا الفعل الثاني اذا نقلنا الفعل الاول سنشوفوا الفعل الثاني احتسى فين جان قهوتين باحدى المقاهي جلسة هذا فعل صحيح سالم يبدو هذا هو فعل معتل اذا الاصل دياله بدا هذا فعل معتل ناقص ناقص لانه جلت لي حرف العله في الاخير المعنى دياله يبدو يظهر او ينجلي او يتجلى يتجلى يظهر او يتجلى ثم طلب فعل صحيح فعنية 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 حتى هو في حرف العله في الاخير اذا ناقص فعل معتل ناقص المعنى دياله معناه اهتم يهتم بالشيء يعني اعانية به ثم غد نمرو الاكتشف وابني ولاحظوا الفعل والضمير الذي اسند إليه ثم اكملو العمود الاخير واستنتج اذا نكملو العمود الاخير اللي عدنا هنا ونستنجو اذا ناقص هادو هما الاعميدة اذا نتصرف الفعل المعتل الناقص في الماضي هنا غد نشوفوا الفعل الناقص في الماضي اذا نبدو بفعل بادعة فعل بادعة بادعة في هادو الناقص بادعة حرف العل جا في الاخير بادعة ناقص بالالف اذا هادو الالف هي حرف العلة وجات في الاخير كيتسمى فعلون ناقص اصله حرف العلة هادو الحرف ديال العلة اذا اصله هواو بش عرفنا هواو لان نملك نصرفه المضارع بادعة 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 سواء ديال انا او ديال انت او ديال انت اذا انا بدوت انت بدوت انت بدوت اذا هنا بصفة عامة التاء المتحركة اذا الضمر الذي اسنده اليه التاء المتحركة نحن بدونا ناا ناااة نااة وهنا بدون نون النس وا اذا اش ان seating لاحهو اذا اذاál ان تمت صرف ما مع التاء المتحركة وجدنا ناة الدالة على الفاعل ومع نون النسوة شنبان لنا هنا أن الألف اللي كانت فيه الآن الألف ستبديلت واو يعني ردت إلى أصليها لأن الأصل ديالها كيف ما قلنا الأصل دياله هي الواو علش بش عرفنا الأصل دياله لأن من اللي كنصرفوه في المضارع كتعطينا واو وبالتالي كنفهموه أن الأصل ديالها واو إذن هنا ردينها للأصل ديالها معش ردينها مع التاء المتحركة ونادال على الفاعل ونون النسوة إذن ما طرأ عليه من التغيير هو ردت ألفه إذن ردت ردت ألفه إلى أصلها إذن ردت ألفه إلى أصلها إذا اتصلت بي التاء المتحركة إذن من اللي اتصلت بي التاء المتحركة نادال على على الفاعل ونون النسوة إذن نحتل هنا نفهم إذن الفعل المعتل الناقص اللي كي كل أصل دياله واو باش كنعرفو الأصل دياله واو كنحولوه المضارع إذن إلى هد الفعل كان أصل دياله واو هاديك الواو كترجع لأصل ديالها كترجع لأصل ديالها مع التاء المتحركة وكتلكم التاء المتحركة هي أنت وأنت وأنا إذن التاء المتحركة نادالة على الفاعل ونون النسوة إذن ها هي الخلاصة ردت ألفه إلى أصلها إذا اتصلت به التاء المتحركة نادالة على الفاعل وأيضا نون النسوة ثم عدنا هنا مع الضمائر هم بادو هادي بادو هنا هادي واو الجماعة هادي كلها بادو الفعل بقى غير بادة هي بادت هادي التاء تأنيت الساكنة إذن أشنو قع هنا تحدفت لا الواو وللألف إذن حدفت ألفه يعني ما بقى فيه تشي حاجة إذن هنا حدفت ألفه إذا اتصلت به واو الجماعة وتأنيت الساكنة إذن هنا هنقوله حدفت ألفه إذن هنا ردت ألفه هنا حدفت ألفه إذا اتصلت به واو الجماعة وأيضا وتأنيت الساكنة الساكنة إذن إذن لا تصلت به واو الجماعة ولا تأنيت الساكنة كتتحدف له الألف هنا الألف كتردوا مع تاء المتحركة وندلع للفاعل ونون نسوة وكتحدف إلى تصلت به واو الجماعة وتاء تأنيت الساكنة هذي لكان ناقص بالألف نعطونا مثال فعل عانية بمعنى هذي الفعل عانية إذن سنجيو نقضي الكتاب بشي بلينا إذن نعطونا الفعل عانية نوعه ناقص بالياء إذن أصل حرف العلة أصل هيا عانية لمصدر دياله عني يعني اهتمام ومضارعه يعنى يعني يعني إذن يعني يعني إذن يعني هي زمك يعتاني إذن عنية عني يعني صرفه مع الضمائر أنا عنيت يعني هنا التاء المتحركة إذن أنا عنيت التاء المتحركة نحن عنينا ناقص دالة على الفاعل هن عنينا نون النسوة هي عنية تأنيت الساكنة إذن أش كاللاحظو كاللاحظو أن قلنا نحن أصله ياء واش تغيرت هالياء بقيت هاي هي الكاتبين هالنبل أحمر إذن عنيت هالياء الياء 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 ليش الياء ديال المخاطبة ولا محيد مدنش ضمان المخاطبة إذن لدينا هنا الياء أصلية ديال وبقيت يعني ما تحدث عليها بتش تغير إذن بقيت مع شكرا تبقى الياء ديال مع التاء المتحركة يعني بقيت على حالها معنا الدال على الفاعل نون النسوة وتأني الساكنة إذن هنا تغير غنقول بقيت بقيت ياء هو على حالها إذا اتصلت به التاء المتحركة وغن نكتب هدو و نا الدال على الفاعل و نون النسوة وتأني الساكنة إذن كتبق الياء على حالها ما كتبق لها حتى شي تغير هنا إذا صرف نا مع و الجماعة هم عانوا إذن هم عانوا أصلا هم عانوا هم عانوا عانوا يعني هنا مع واو الجماعة إذن حدفت هذه ره واو الجماعة إذن عانوا إذن حدفت لاتصاله بواو الجماعة حدفت حدفت ياؤه إذن مليكي تصل بياء واو الجماعة تحدف ليه الياء دياله إذن هدا هو الخلاصة اللي غادي نستخلص ها من هنا إذن الفعل اللي كيكون معتل ناقص الأخير يعني معتل بالياء المتحركة ونادل على الفاعل وننسو التأميت وكتحدف مع واو الجماعة دا بغا ندوزو لنموذج تالت هو تصريف الفعل المعتل الناقص في المضارع والأمر دا بغا ديمشيو للفعل المعتل الناقص في المضارع ندرنا في الماضي دا بغا نديروه في المضارع وفي الأمر دا نغنشوفو هدنا الفعل هو عنية اذا معتل بالألف وعنية معتل بالي نوعه ناقص بالألف اصله بدوى اذا تصريفه في المضارع انتي تبدين اذا تبدونا المخاطبة انتون تبدونا هنا نوا الجماعة اذا حدفت ألف هذه في المضارع الى درنا في الأمر انت ابدو واشكيناشي ألف ما بقتش انت ابدي ما بقتش انتم ابدو ما بقتش الألف اذا اشكال لاحظو في المضارع وفي الأمر تحدف ألفه مع الضمير ديال ياء المخاطبة مع الجماعة اذا ما لحقه من تغيير حدفت ألفه يعني تحدفت مع مع ياء المخاطبة و و الجماعة اذا حدفت ياءه مع ياء المخاطبة و الجماعة هذه كان معتل ناقص بالألف ده بعدنا معتل ناقص بالياء اذا نوعه ناقص بالياء اصله عن تصريف في المضارع انت تعنينا اذا هنا ياء المخاطبة انتم تعنون واو الجماعة اذا الياء مكينش هنا ما نعطبر هذا الياء المخاطبة اذا هنا حدفت ياءه تهنم واو الجماعة حدفت ياءه لكن هنا هنا لا تبتت الياء يعني ما بقتش الياء محدوفة وانتم تعنيان اذا اشنو قد نقوله هنا في المضارع تهدف ياء المخاطبة بالنسبة الناقص بالياء تهدف الياء عفوا مع ياء المخاطبة وواو الجماعة وتبقى على حالها مع نون النسوة والف الاثنين اذا تهدف قد ندير تهدف ألفه مع تهدف ألفه مع ياء المخاطبة قريبا نفسه ياء المخاطبة و واو الجماعة وواو الجماعة إذن تهدف مع ياء المخاطبة وواو الجماعة ولا يترأوا عليها أي تغيير مع نون النسوة والف الاثنين وتبقى على حالها وتبقى على حالها مع نون النسوة والف الاثنين إذن هنا بالنسبة المضارع أيضا نفس الشيء بالنسبة للأمر تلاحظوا هنا مع أنت يعني أنت يعني أنتم يعنوا إذن هنا حدفت تهدف الألف دياله مع ياء المخاطبة ولا مع وو الجماعة بالنسبة للأمر مع نون النسوة والف الاثنين تترجع للأصل دياله يعني كتبت يعني مش ترجع الأصل دياله إذن هذه الخلاصة اللي سنستخلص دياله سنقرأ السنتج إذا صرف الفعل المعتل الناقص بالألف كيف ما جاء مع فعل بدا ردت ألفه إلى أصل يعني الألف دياله كترجع الأصل دياله اللي هو وو إذا اتصلت به التاء المتحرك دانا دانوتو أو نادل على الفاعل دانا دانونا أو نون النسوة دانا دانونا وحذفت ألفه إذا اتصلت به وو الجماعة دانا دانو أو تأنت ساكنة دانا دانت هذه لكان ناقص بالألف وإذا صرف الفعل المعتل الناقص بالياء في الماضي بقيت ياء على حالها إذا اتصلت به التاء المتحرك أو نون نسوة أو تأنت ساكنة أو ندل على الفاعل وحذفت ياءه إذا اتصلت به وو الجماعة دانا بغندزو المضارع والأمر إذا صرف الفعل المعتل الناقص بالألف أو الياء في المضارع والأمر حذفت ألفه أو ياءه إذا اتصلت به ياء المخاطبة أو الجماعة وفي أمر المخاطبة ولا يطرأ عليه أي تغيير إذا اتصلت به النسوة أو ألف الاثنين دان هنا قائدة كثبان لي واضح غندزو الأطبق وأوظف إذا عدنا أولا هدي نمشي أكمل ما للجدول عدنا الفعل في الماضي سما مصدره السموون أصل حرف العلة و لوجودها في المصدر مضارع هي سمو جرى جريون إذا أصل حرف العلة ياء لوجودها في المصدر مضارع يجري نسيا نسيون أصل حرف العلة ياء لوجودها في المصدر مضارع الفعل نسيا ينسى ينسى دا بغد ندوزو باش نجوبو للسؤال الثاني أصرف فعلي دعا وفنية في الماضي إذا عندنا سوف نصرف نبدأ وبعدها في الدعا في الماضي إذا أنت دعوت إذا أنت دعوت سنكتبوها هنا أنت دعوت سنكتبوها نحن إذا نكتبها هنا إذا نحن إذا أنت دعوت نحن دعونا هن هن دعوت هن دعوت هن دعوت ثم الضمير الآخر هي دعت بالنسبة للماضي ديال دعا إذا سنضع في المضارع إذا دعا في المضارع إذا أنتم سنضع على شكل جدول سنضع مثلا هكذا سنضع الماضي وهنا المضارع والفعل غدروا مثلا فعل دعا وغدروا بحلقة الضمائر اللي مع الفعل دعا في الماضي وهنا في المضارع إذا لدينا دعا في المضارع نفس الضمائر غنقول أنت إذا هذا في الماضي هذا في المضارع إذا أنت أنت غنقول أنت تدعو إذا دائما نفعل دعوت أنت تدعو أنت تدعو إذا نحن نحن ندعو إذا نحن ندعو ثم إذا ندعو هنا هن يد هن يدعو ثم عندنا الضمائر هي هي تدعو إذا هي تدعو بالنسبة داب الفعل فنية هذا بالنسبة الفعل دعا غنشو الفعل فنية فنية في الماضي في الماضي نفس الضمائر إذا غن ندعو أنت أنت فنيت ثم ثم نحن نحن فنينا ثم عندنا هن 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 فنينا لابد هان فنيت و هن يمكن فنيت هن هن تدعو هن هن المضارع المضارع الفانية في المضارع. عندنا الضمار انت. انت. نفس الضمائر اللي صرفنا معهم. انت غنقول انت تفنى. ثم عندنا نحن. انت تفنى. نحن. نفنى. ثم الضمار هنا. هنا. اذا هنا يفنينا. يفنينا. ثم شنودنا ابنهم. هم. يفنوا. يفنونا. يفنونا. واخيرا الضمار هي. هي. تفنى. هذو هما الضمائر اللي خصنا نصرفو معهم. هم اللي احسن ديرهم في الجدول. السؤال الثالث. احول الجملة. ادي ثمان ثلاثة. فناجينا مع الضمائر. نحن. هم. هي. ادي ثمان ثلاثة. فناجين. ادي ثمان ثلاثة. فناجين. ادي ثمان ثلاثة. فناجين. ادي ثمان ثلاثة. فناجين. والضمائر الاخر هي. هي. ادي ثمان ثلاثة. فناجين. احول الجملة نقتدي به في سلوكاتنا المدنيات جميعها. الى الامر ثم المضارع مع الضمائر. انتي وانتم. انتنا وانتنا وانتنا. هاد الجملة غاد نحولها في المضارع ثم الامر. اذا نبدو. مثلا. بالامر نبدو بالامر لانا قلنا الامر والي غولي. اذا نقوله. الأمر شكونا من الضمائر كينا عدنا أنتي وعدنا أنتم وأنتنا وأخيرا أنتما إذن هذا في الأمر والجملة هي نقتدي به في سلوكاتنا المدنية إذن أنتي أنت في الأمر اقتدي يعني أمره إذن أنت اقتدي به في سلوكاتك في سلوكاتك المدنية جميعها إذن أنت في سلوكاتك المدنية جميعها إذن أنت اقتدي به في سلوكاتك المدنية جميعها أنتم اقتدوا اقتدوا به في سلوكاتكم المدنية جميعها انتم اقتدين به في سلوكاتكم المدنية جميعها انتم اقتدين به في سلوكاتكم المدنية جميعها نفس الشيء سوف نروح في المضارع المضارع نفس الضمائر انت انتم انتن انتما اذا انت انت تقتدين به في سلوكاتكم المدنية جميعها انتم تقتدون به في سلوكاتكم المدنية جميعها انتم تقتدين به في سلوكاتكم المدنية جميعها انتم تقتدين به في سلوكاتكم المدنية جميعها ثم السؤال الخامس اكتب نداء الى صديقاتي بمناسبة دنو وموعد الامتحانات ادعوهن فيه الى الاجتهاد والسعي الى تحصيل افضل النتائج ووظف فيه الافعال دعا وساعة ودانا لقد دنا موعد الامتحانات لقد دنا موعد الامتحانات لهذا ادعوكنا ادعوكنا الى الاجتهاد وان تسعينا وان تسعينا الى الحصول على افضل النتائج ادعوهن الى اتفت ادعوهن لقد دنا موعد الامتحانات لهذا ادعوكنا الى الاجتهاد وان تسعينا الى الحصول على افضل النتائج إذن كانت هذه التمنى الخاصة بالصفحة 250 و 51 من مرجع كتابي في اللغة العربية دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى بحول الله